سلام لبنات مرحبا بكم معايا من مطبخ وتدابير أميسا انحييكم في فقرة سيك خصالي كما العادة جيتكم بمملحة وتحلية روعة في البنة شوفو هنا هذة المملحة عبارة عن خبيزات محشيين مقادير سهلة مام خدمتها سهلة المقادير عندي كاس حليب دافي دايما سوائل نقولكم ادفوهم كاس حليب دافي نصف كاس تعمى فاني هو يكون دافي عندي مغروف ونص خمارة خبز لكم عارفين الحرة شوية بارد دايما ندير مغروف ونص مغروف تاع سكر دايما المغروف تاع الماكلة وعندي مغروف تاع خل نخلي هذة السوائل و هذة اللي يدرتهم يتفاعلوا يعني يخمروا شوية ونزيد لهم المكونات لاخرين الخل هنا يساعد العجينة التاعي الجهشيشة و او مانطان فاني هذو كل المكونات يساعد لهم في الاختمال شوفو هنا خمرة بالخف زيت لهم في الثمغارف تاع زيت وزيت حبة بايض بيضة نخلط المكونات جاعة مليح مليح ومن بعد اللم بالفارينة ندير الفارينة والملح بالطبع ما ننسوش وندير نصف باكيتة خمارات حلويات ولم العجينة مليح اللي بنا نشوفو هنا ايا هذي العجينة السحرية مليا غادي نزيد مقاها مغرف الدهان اعلمين نزيدو المغرف تاع الدهان دايما نقولكم العجينة ما خلوهاش طريه بزاف اللموها ولموها عادية لخطرش هذي المغرف تاع الدهان مين قاعدوا ندخلو فيها في العجينة تزيد الطريهان تسمى وتجريعنا نضيف الحشو الحشو هنا عندي نصف صدرت على دجاج مفروم يعني يرى مطحون ودرت رابيتة هنا يا البصلة درتها في الزيت بعد ما تقلط المليح زيت رابيت معها نصف حبه بطاطا وخضره يعني بطاطا خضرها رابيتها فاني حتى طابت مع البصلة باش زيت الدجاج والمير برك هذو هما التوابي اللي درتهم وروحت هنا يا خمرت معي العجينة وقطعتها على شكل كوريات وراني مخلي هذي الكوريات يرتاحوا وانا راني نخدم بالوحدة شوفو هنيا يلاجتكم دائما هراني محاطة الفارين احدايا ميما نشوفها شوية جارية راكم تشوفوا الكمية اللي راني زيت فيها يعني غيباش اسباعي ما يلسقوش دروك بردتها يعني حليتها على الشكل دائري ودرت الفرماج ودرت الحشو الحشو اختياري تبغوا تديرو هذي الحشو تبغوا فاني هذي الحشو وتديرو معاه اللي جويم قاعد خلطو دروك نحط له هذي الخبيزات تبغوا تديرو معاه اللي جويم قاعد خلطو ويجي بنين بنين تبغوا تديرو فاني باللحم المفروم يعني الحشو اختياري درت الفاخس هنا التاعي بالطبع هذو هذو الفاخس فاني قاعد خلط طيب وفرحبة درت الحشو التاعي وبلحتها وشكلتها يعني على شكل كويرات هكا باش خرجوا لهذا الخبيزات دروك نحط لهذا الخبيزات تاعي في لوبلا ونديرو لكم شكل واحد اخر هو عبارة عن ميني باقيت درت لكم هذو دو موديل وانتو ما تخيروا الموديل اللي تبغوا يعني دايما نقولكم انا نمدلكم الفكرة وانتو ما تخيروا الشكل اللي يعجبكم دروك هنية بردتها على شكل طولي وثاني الحشو درتها على شكل طولي ولويتهم عادي ني ميني هذو دي ميني باقيت وندير لهم صفار البيض ودايما هما راهم يخمروا واناني نخدم في المعجنة دقاع كملتهم وقعد نطيف فيهم ودايما الكوشة كين قاعد نخدم فيهم نشعل الفوغ يليق الفوغ تعني يكون حامي كم عارفين الخبز و هذو المعجنة توقع يبغوا الفوغ يكون حامي يعني مش يحتد دخلهم تشعلوا ليهم الفوغ على مية ثمانين داراجة ونقصت لهم خليتهم يطيبوا وداو هذيك لأكولوغتهم بيان ضوغي هذو المعجنة و هذو يليق يكونوا طايبين مليح هنا درت هذ الخطوط بالسكين يعني كتزين درتهم كما هاكو من بعد درت سانوج جلجلين درت شوية زيتون هنا قلت لكم التزين يكون اختياري سابو هنايا كملت ونروحوا در وقت درتهم يطيبوا كما هاكا هذو وريتهم لكم يعني اخدمت كونتيتي يعني قطعتلي كونتيتي مليحة وروحت للتحليية تعنا تع نهار اليوم راهي تحليية رائعة وبنينة بززاف نتمنى تجربوها هنا دروك في التحليية تعي شادرت مقادير سهلة وبسيطة راهي تحليية بالطباقات عندي هنا يا لبودواغ ولا جينواز ولا مادلين يعني كطبقة اولى اذا ما عندكم قادر تستغنوا امي هذو اللي بودواغ يجو شابين وننصحكم باللي كي تكون تحليية عمركم ما اللي بودواغ تشمخوهم في الجو يجو يجو حلوه بزاف نشامخو مانا توجور في الحليب احنا قطعتلي فخاز درتهم بالسكر وخليتهم يتشربوا ذاك السكر عندي هنا الفلون فاني ولا فخاز وعندي هذو الياوغت كخام ديسر هي ملأ حسن كونتسيبوه هذو كنتوجد معي هذو الياوغت باناكوطة كيف ههو جاي باناكوطة هون ينطلعو به الاشانتي يجيش باب وهذا الماء اللي يدرت فيه الفلون كاس واربوع تعمى باش تجمدلكم ممليح ننفرغوا في هذك الساشي ونطيبوه ونعطيكم ملاحظة مين نديرو نشكلو الطبقات قاع نخلوه حتى يبرد يقرب يبرد يدفى يقرب يبرد هذك الفلون يطيبناه باش نكوبوه لخطرش هذي مشي انكخام هذي الاشانتي كنتكوبو فوق هامي لاشانتي تذوب لكم اول حاجه غمست هذوك اللي بودواغ التاوعي درتهم في القعيدة طلحت لاشانتي بو تاع لاشانتي هذك البو لي تعلياوغت تاع الكخان ديسة خويتها عبرت به لاشانتي بشي هي يكون معمر مليح فوق الميزور تاع الكخان ديسة باش تطلع لكم غاية ودرت واحد درت غيل واحد تاع الكخان ديسة اتحصلت على هذي وزدتها شوية الكستخي دفخاز انا مين ما كانت عندي الباناكوتا زدتها جاش باب بل بزاف وزدتها كطبقة ثانية وزدت لي فخاز وروحت هنا يا طيبت الفلون تاعي طيبته بالماء وشو هنا يا راني مخلياته يبرد على غرضه عاد من بعد باش كوبيته خاطرش اهنا راح بارد بخاسك اه بارد مليح خاطرش لاشانتي ضيح لكم ونتمنى تكون عجبتكم التحليه وشوكشو